طبيب مختص في البيو كيميا صباح الخير بروفيسور صباح النور نعم يعني مع ارتفاع درجة الحرارة يعود الحديث عن تسمم العقربي عن وفيات يعني تسجلها الجزائر سنويا في هذا الإطار اليوم نتحطوا أيضا على محاور خريطة خطر التسمم العقربي ماذا سطرتم يعني لتحسيس وتوعية مواطني الجنوب خاصة صباح النور بونجورا توس و ساوي كو و نيفو دو ميستر في المسطر لجل الاصي يوجد طالب كل شما يعد عام هناك قابل يجب أن تحسي الموضوع عنوات المجال على المسطرين هل تحسيط يوجد طبيب رقب جل الوية يوجد طبيب يوجد طبيب أتعلي », في البطرة بالتقاعدة يوجد طبيب يوجد طبيب في المسطرين يوجد طبيب وين يشعر المعارضة على أنت في التعامل الأولى والمقبض للحضورة للحضورة على المعارضة على المقبض للحضورة. كما علينا اضعونهم فيها الوزارة. السنة بسكر، السنة بشار، السنة بوقلة. كما يتحدثون؟ سنة التعاملين، ودوامات أُريمًا بعد تحديث من عين، ون منذ الموظمنا حلوقات السن ، قد يمكنك من الماء من المنزل إلى المنزل عندما يترك من المنزل المنزل كذلك مفتقا للغاية على أن نشعر أيضاً أو تصوير بعضهم مع المنزل للمنزل ومن المنزل لكنظام يوجد مباركة في المنزل على المزيد المنزل وما يزعلون من أجل في المنزل لكنظل نعم أيضا في هذا الإطار سيتم إنشاء فرق للتدخل السريع ضد تسمم العقاربي قريبا هو يعني ما أعلنت عنه وزارة الصحة يوم أمس يعني هناك مجموعات ديقوب لجمع العقارب وأيضا حتى أن التجمعات السكانية المواطنين أنهم مطالبونهم أيضا بجمع العقارب السامة عندما أصبح ت希望تحدث رجل – حلقدي مفكتي بزارة الشريعة – غيرا تصبح� cooperation من قلب— في حالة كل عام تقريباً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام تقريباً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام تقريباً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام وهو تم تسجيل أربعة وفاية منذ جنوية إلى الأن هناك أربعة وفاية من أبداً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام تقريباً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام تقريباً 50 أشخاص يشعرون بشكل عام كبير كم يتبعون من أكثر. سيطر الأسرائق على جيد. سيطر الأسرائق على مفكورة الجنفة؟ لسليس المبادرة الأسرائق. سيطر الأسرائق على أكثر من أخطاء المخصرين. فسعculo الز Lewfayette على أي قد أحدهم. فسعوا نفكورين من ذلك السريف. السرائق على الوقتات العائطة. السياقاء على الوقت. أما تشاهدون العائطة. إننانا نظر على هذه الفهم علىimporte 90% المترجمات التي لا نتحدثت فيهها المترجمات الفقرية التي أتشجق تتحرك أكثر على نوعية البطاعة. كيف هي قومة أحضب بحديث على. أردت أنك يفضل على نوعية البطاعة. أحضب أن تحضب على نوعية البطاعة. يجب أن تحضب في مالات الإخط 에كثر على نوعية البطاعة. في تحضب على مقورة ، 30% في 50 ألواثق اجاد تحضب. إذا كانت تدريد 5 ألف بإمكانه حياة وحياة صحية ومعانعات فيزارة التحليمات أيضا وزارة الصحة حملت مسؤولية هذه الأرقام المتزال المرتفعة نسبيا إلى عدة قطاعات بينها وزارة النقل هنا تضيف التطرقات والأرصفات تضيف الوزارة الداخلية التي تقوم بتهيئة ونظافة الأحياء مصالح البلدية اليوم الجهات مانيا. Alors là, vous abordez le problème le plus difficile et pour lequel les solutions ne sont pas faciles à mettre en place. C'est l'intersectorialité nécessaire, indispensable pour lutter contre ce problème d'enveniment scopunique. Le problème, c'est l'akrab. Ce n'est pas que le وزار الصحة ou هدها. Le وزار الصحة يجب أن تخدم على أشياء من d'autres secteurs. de l'Intérieur et de la Collectivité Locale, le Ministère de l'Agriculture, le Ministère de l'Environnement, الذين يجب أن تخدم CHARGE. comunicative أن تخدم ورحوم للدرك أن يجب أن تخدم وشترك. يجب أن نشأть ون نشأ느라. احنا. نشوفوا لكان البن مضرب هكذا العقرب ساكن فيه من قبل. لكن ساكن فيه من قبل ما نقعد. ما روحوش تمان بدل مضرب اخر. لكن ما كانش العقرب نقدرون نبنيه. Donc, يجبه يневحفرف البراذ الاجئة الروسيانا في هذا المحل loانا. gie العملي حيث انه لا يوجد أح temu كبتست. لには الاسترائلة في معتراع لديهم في بعض الحوق Então لا تستطيع ال lol. تابعوا تابعوا이. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر شكرا لكم المعرفة هناك مثلا رقبيو كورپ المنزلين تحضير تلك السورة هناك كورپ المنزلين في منزلنا الكورپ المنزلين أكثر من الاطفال ، ما أعرفين؟ ومقارضة نصفة عن قطعه على المقارضة عن المقارضة إلى الانتصف الذي ينسى أنه ينسى مقارضة على المرد من الشباب المقارضة المقارضة عن المقارضة في الارضة وعندما ينسى أنه سيأتعطي في الأنسف أنه يكون مقارضة Donc, il faut agir tout de suite. Et agir tout de suite, ce n'est pas entre les mains de la santé. Emmener quelqu'un qui se peut piquer vers une structure de santé, c'est le citoyen qui est impliqué dans cette affaire-là. Donc, le réflexe, il faut que ce soit un réflexe, il ne faut pas qu'on réfléchisse, c'est emmener le piqué le plus rapidement possible vers la structure de soi. Il y a des régions, c'est vrai, dans le sud, qui sont éloignées des structures de santé. Et c'est là où on trouve les problèmes. Et quand on fait des enquêtes pour expliquer les causes des décès, on trouve que le plus souvent, c'est lié au délai de prise en charge. L'individu a mis trop de temps pour arriver au niveau du structure de santé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est souvent des enfants qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus exposés. Qu'est-ce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus fragiles ? Eh bien, le ministère de la Santé a envisagé de mettre en place des structures de prise en charge mobile, en particulier en collaboration avec la protection civile. Ce sont des choses qui doivent se concrétiser sur le terrain pour justement se rapprocher le plus possible des citoyens qui sont, j'allais dire, dans le désert, qui sont éloignés de toute structure de santé publique. Et c'est vrai que c'est une situation qui n'est pas facile à, j'allais dire, à maîtriser, à lui trouver une solution pérenne. Voilà. Permanente. Le ministère de la Santé a envisagé 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 de la Santé à l'État. M'asiment. On peut aussi s'en envisagé de l'amissage. انخ电ي على امروض المعامل الآن يجب لذلك استHa 我 нормально يجب CFL هي بنامكن ينص dazu ا naive من المعامل جبه نحن فيلم �� للتواج ون تextصر ا entra وهدك لديك ون المسك Ontdock هل سمان وتعاطي بهش في produz lover كانت ون يساعد لهم على كل جزي خلال ، مما يسببون بحثمًا حسومًا السماعي آنظره إليه لن تمامع سنطى العلالية وفي القلية سنطة الخلفية شروع تمامًا فالما حالة بلاد مخلص عالا ، اقتلات الأصلاحنا ، الآن لاحظة الانتظامنة. سنجد التعالي ، سيكون نواناً سنعطي بلاد مخلص في لمحلص العمل. عاماً سنعطي بلاد مخلص خلصه ، فبلاد شهرًا بسيارة المخلص. انهونيقاً فścieحدة مخلصة ، سنجد مخلص ، سيصف ، سنجد ، سنجد مخلص مع هؤلاء'dى مخلص. ديسة. C'est toujours trop de 2 أو 3 ديسة. Mais c'est un résultat qui est meilleur que 50 ديسة par an. Et il faut faire de l'éducation. Il faut faire de la formation. Il faut faire de la sensibilisation. Vous savez que maintenant, les gens se font piquer dans les maisons. Plus de 50%, plus de la moitié des gens qui sont piqués par le scorpion, sont piqués chez eux. Ce qui n'existait pas avant. Parce que le mode de vie a changé. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il faut aussi que les gens apprennent à se débarrasser du scorpion qui est dans leur chambre, qui est dans leur cuisine, qui est dans leur salle de bain. Et en particulier, ne pas laisser des linges ou des serpillères mouillées dans les maisons. Le scorpion, contrairement à ce qu'on croit, n'aime pas la chaleur. Et il préfère, j'allais dire, l'obscurité. Et il préfère l'humidité. Il recherche l'humidité. Donc, si dans une maison, il y a quelque part, une serpillère qui est mouillée, qui est pleine d'eau, n'est-ce pas ? 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 N'est-ce pas ?